بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الدكتور خالد من السعود الحليبي وإن شاء الله رح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق عبارة عن فصيلة من فصائل النمل طبعا هذه الفصيلة عبارة عن ذكور النمل طبعا ذكور النمل عبارة عن مخلوقات يوجد عليها مخلوقات ترجع إلى فصيلة من فصائل النمل غالبا تكون لونها أسود ولديها أجنحة للطيران طبعا أنثى النمل ليس لديها أجنحة لا نادرا يعني طبعا مثل ما تلاحظون شكلها شكل يعني نملة عادية جدا لكنها لديها أجنحة وسبب الاحتفاظ بالأجنحة لأنها تسافر فترات طويلة جدا وسافرها يكون بسبب وقد رأي يكون راجع إلى وجود ملكة النمل في موقع معين طبعا ملكة النمل ممكن تطلق رواعح قد تصل إلى 15 كيلومتر إلى 8 كيلومتر وقد تلتقطها يعني ذكور النمل وتلبي هذه الرقبة يعني العلاقة جنسية بين ملكة النمل مع أحد الذكور القوية جدا طبعا عندما يحصل الالتقاء بين ذكور النمل الطائرة مع ملكة النمل قد يكون لقاء واحد فقط ممكن تموت بعد التلقيح مباشرة وغالبا يكون عمر ذكور النمل مقيد بساعات معينة بعد التلقيح وتنتشر بنسبة كبيرة جدا في كل مناطق العالم وبالذات في الجزيرة العربية طبعا عمر النمل لا يقل عن 60 مليون سنة على نهاية عصر الطباشيري وأنا أنصح للمحبين يعني الحشرات بدراسة الحشرات يعني بحياتها بشكل عام كامل طبعا هذه العينة دراستها واكتشافت نوع من نواع البكتيريا والطفليات التي تعيش فوق جسمها مثل بكتيريا فطريات مخلوقات أخرى كونها يعني ممكن تنقل هذه الفطريات إلى النباتات عندما يعني تتقذى عليها وأيضا ممكن تكون مصابة بأحد الفيروسات يجب يعني أن نكون كباحثين حذرين جدا في التعامل معها إلى هنا انتهى الدرس كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي وإن شاء الله نشوركم في درس القادم